اعوام ثلاثة مرت على تحرير عدن عاصمة اليمن المؤقتة معطيات كثيرة تغيرت خلال الثلاث السنوات الماضية خابت فيها امال ورسمت خلالها مشاريع كثيرة ما كانت على بال اليمنيين ولا على اجندة التحالف العرب المعلنة تحررت المدينة خلال عملية خاطفة نفذتها الوية خاصة وعدت لهذه المهمة بدعم واسناد من التحالف العربي وتحديدا الامارات ذاك تاريخ والتاريخ لا يدع مجالا للتصرف فيه بعد التحرير فالتاريخ يكتب بطريقة ما كانت على بال احد من اليمنيين لكنها كانت موجودة ومرسومة في بال الاماراتيين وتحركاتهم على الارض حيث جعلوا من العاصمة المؤقتة مركز سيطرة متقدم في عمق الاراضي اليمنية وما هي الا ايام حتى بدأ صراع المشارع الجديد في العاصمة المؤقتة هذه المرة بين الشرعية والامارات لا احد يعرف كيف بدأ الصراع لكن ايضا ما من احد ينكر ان اطمع الامارات وطموحها في التوسع هي من قادت العلاقة بين الشرعية اليمنية وبينها الى ذاك المربع مربع كسر العظم وهو ما تراوح فيه الشرعية والامارات حاليا حتى وان هدأت جولات النزال بزيارة الرئيس هادي الى ابو ظبي الا انها لن تنتهي دون تفاهمات تحدد طبيعة العلاقة والمصالح بين البلدين وذاك لم يحن وقته بعد بحسب مراقبين وخلال هذا كله لا تزال عدن قريبة من الشرعية وبعيدة من الرئيس هادي ذاك احد اشتراطات الامارات التي يبدو انها لا زالت تصر على استمراره هذا الوضع ايضا جعل العاصمة المؤقتة في مرحلة ما بعد التحرير القريب رغم مضي عوام ثلاثة على تخليصها من الميليشيا الا ان الواقع لم يتغير كثيرا عدا بعض التحسن في قليل من القطاعات الخدمية